كأننا لما هما اتفقوا لما اتفق الزجين على أن هما يتجاوزوا ده فهما بيقرروا قرار لازم أحطوا على الترابيز وكاله اللي معاكم فيه أن هما بيقرروا أن هما يفضلوا عايشين مع بعض لكن بنفسية المنفصلين الراجل اللي هما بيسموه الانفصال العاطفي الراجل ده أزاني وجرحني والستي أهنتني أهنت رجلتي وما قدرتنيش فلازم يبقى فيه مسافة بيننا نحافظ بيها على الحدود عشان ما يتكررش ده تاني على فكرة ما فيش مشكلة يكون فيه حدود للتعاون للرحيم المحترم بين الزجين فيبقى فيه حدود آه وحدود دي هي حدود احترام وخصوصية لكن المشكلة أن الحدود دي ما تكونش حدود معمولة عشان الاحترام لكن الحدود دي تكون حدود محطوطة عشان العقاب فهم عاملين حدود للتعامل كزوجين محبين لبعض ومتفاهمين لا ده عاملين حدود لمنع التوافق حدود ما بين فصل قوات ما بين أعداء وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فتجاوز لعنة الأخطاء القديمة تحتاج لصبر ومش بس صبر صبر وتقدير المواقف بحجمها يعني إيه؟ يعني لازم نحط الأخطاء في وسط الحياة كلها ما خليش الخطأ هو الحياة كلها يبقى لازم صبر وحسن نظر وكمان إيه اللي حاصل؟ فتح أبواب للتغيير وآخر حاجة كمان الحوار والاتفاق على خطة ممكن نخرج بيها متعافين لازم ده الصبر والمغفرة والعايش ده بيعننا على إن إحنا نتعافى وزيك لازم نفهم إن ما فيش حاجة اسمها مستحيل في العلاقة ترجع بيننا زي الأول على فكرة الاستحالة دي اللي بتخلي الراجل للأسف في بعض الأحيان يكرر العنف والعنف عنف الرجل ده كبير وحرام والست بتعتبر إن خلاص المسألة انتهت وإن هي قدام وخلاص هي الست الملعونة اللي تجاوزت مع جزا لازم نفهم إن ما فيش مستحيل ممكن بيوت ترجع زي ما كان واللي حصل بيننا يتغير أنتوا عافين لما بيحصل صدمات في البيوت ولا لما يحصل نتهدد بننسى كل اللي فات ونتعامل مع بعض على إن احنا لازم نحمي بعض ونحافظ على بعض وبتتغير حياتنا احنا ممكن نعيش الحالة دي طب ليه نقبل يجي سؤال طب ليه نقبل الأخطاء من أنفسنا هنا في سؤال بقى بيحط الإنسان قدام حقيقة ليه أنت لما يكون الخطأ منك بتطلب الآخرين إن هما يتقبلوا أخطائك وليه أنت لما يقع منك الخطأ ما بتتقبلش إن الناس تتجاوز ده لازم نكون عندنا عدل لازم نعمل حديث رسول الله سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي لأن احنا مش ملايكة والأخطاء دي شيء بيحصل في الحياة والخطأ ليست معناها نهاية العالم لكن للأسف في ناس بتقرر أن الخطأ ده نهاية العالم في بعض الناس بتتغيروا لما يخطأوا في حق ناس يفضلوا طول حياتهم بيحسنوا إليهم ويبقى الخطأ ده ربنا كتبوا عشان الحياة كلها تتغير لازم نفكر نفكر بإمعان يعني إيه حياة الحياة مش إن هي عيشة ومع أول خطأ بتنتهي الحياة أو مع الخطأ بتنتهي الحياة لا الحياة أوسع من الأخطاء وأكيد عن لقي ناس بتقول أصل الغلطة دي خلتني مش إيه مش حاسس بالأمان مع شرك حياتي ومن قالك إن شرك حياتك كمان هو حاسس معك بالأمان فإذاً احنا لازم نخرج ونتجاوز ده لازم نتجاوز ده ونتعلق بالله سبحانه وتعالى ونفهم إن ربنا هو مصدر الأمان مش شرك حياتي هل معنى كده إن إحنا ما نتعاملش مع بعض إن كل واحد يوفر الأمان للآخر لا إحنا أسباب ربنا خلقه عشان كل واحد فينا يشوف تأمين ربنا لنا فما فيش حد أولى بإنك إنت تعامله بالصفح والرحمة أدي شريك حياتك ليه؟ فاصفح الصفح الجميل والصفح الجميل هو الصفح اللي مفيش معاه ذكر للزنوب والمعايب يعني مش كل شوية تقول لو مش كفاية إن أنا سمحتك على كذا وكذا وحد خيري كان عمل كذا وخليك تبوس الأرض اللي أنا بمشي عليه عشان أسمحك ما يبقاش ده صفح جميل ده يبقى ذل وإهانة وأسلوب رزيل فأفضل طريقة تخليك تقدر تتجاوز لعنة الأخطاء القديمة هو إنك إنت بأفعال جديدة فيها رحمة وخير وجمال مع شريك حياتك تدخل بقى على قانون الإزاحة اللي ربنا دلنا عليه إن الحسنات يزيبنا السيئات وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال عن الأعداء ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعداوة وإنك أنه ولي حميم فمن بالك بقى بشريك حياتك اللي ربنا جعله نصيبك وجعله نعمة ادخرها لك لغاية ما جوزته لازم تدفع بالحسنة وتدفع بالصبر سواء على قد ما تقدر صحيح من حقك إن أنت تحط الأشياء في النصابها بس أوها تنسى إنه هو حبيبك أوها تنسى إنه هي حبيبتك أوها تنسى إن الشفقة أحسن ما تكون مع أؤلاء لازم نتخلص من هذه اللعنة